أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن مؤتمر إيجيبسي 2022 يعقد في لحظة فارقة لمصر وإفريقيا والعالم أجمع فيما يتعلق بملفي الطاقة وتغيير المناخة وأشهد رئيس وكالة الطاقة الدولية خلال كلمته بمؤتمر إيجيبسي 2022 بما حققته مصر على مدى السنوات الماضية باعتباره أمر ملفت ومبهر كذلك لفت بيرول إلى أن اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ مسؤولية كبيرة هي أهل لها كذلك أعرب الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية عن تطلعه لانضمام مصر للوكالة الدولية للطاقة قاعد مشارك